موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الهجرة موضوع شاغل صار حديث الوقت لكثير من السوريين وغير السوريين أيضا لكن يعني الذين يعانون من هذا الأمر الآن والذين يهتمون به من السوريين أكثر من سواهم لما أصاب سوريا من بلاء ومن محنة نسأل الله أن يرفعها وأن يفرج الكربة عن السوريين جميعا عاجلا غير آجل الآن الذين هاجروا كثيرون أنا قرأت من قريب ربما أن الذين وصلوا إلى دول الغرب إلى أوروبا يزيدون عن مليون سوري لا أدري والله ماذا دقيت هذا الرقم لكن في كل الأحوال الذين يهاجرون أو يفكرون بالهجرة أو الذين وصلوا إلى هناك كثيرون كثيرون جدا بعض الناس يهتمون يعني يسألون يقولون ما حكم هذه الهجرة هل هي جائزة أم أنها محرمة هل تجوز أو تحرم الإقامة في بلاد الكفار بعض الذين أجابوا عن هذا السؤال استخرجوا الفتاوى من كتب القدماء يعني ذهبوا إلى كتبنا إلى مدونات الفقهاء القديمة فنظروا ما عقد في هذا الباب من أحكام فاستخرجوها ويعني نشروها بين الناس الحقيقة نحن نحتاج أن نعيد النظر الآن أقصد على مستوى فقهاء الأمة على مستوى الفقهاء الكبار والوجامع الفقهية الجامعة الكبيرة نحتاج أن نعيد النظر في هذه الأحكام لأنها أحكام بنيت على حالات كانت في عصور مضت وكثير منها لم يعود على الشكل الذي كانت عليه يعني على سبيل المثال فقهاءنا الأقدمون ذهبوا إلى كراهة أو تحريم الإقامة في بلاد الكفر في بلاد الكفار أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وفيه أنا بريء من رجل أقام بين أظهر المشركين أو بين ظهراني المشركين هذا الحديث في سياقه نجد أنه لا يتعلق بالمشركين الموادعين أو يعني حتى في ذلك الوقت ما كان يعني العلاقات بين الدول لم تكن فيها موادعات كانت حالة حرب دائمة يعني دائما الممالك والدول المتجاورة في حالة حرب اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ تجدوا هذه الصورة أو الصفة ما استمرت مئة عام أو مئات الأعوام هذه الصورة استمرت حتى مطلع القرن الماضي القرن العشرين وليس فقط في عالمنا الذي نعيش فيه ضمن المنطقة التي تسمى الآن الشرق الأوسط أو منطقة ما كان يسمى الشرق الأدنى أو المنطقة العربية والإسلامية بل أيضا حتى يعني في دول غير المسلمين كانت العلاقة بين الدول هي علاقة حرب دائمة فإذا انتقل واحد من بلد المسلمين إلى بلد غير المسلمين فهو انتقل حكما حتما إلى بلد أعداء محاربين وليس فقط إلى بلد غير مسلمين الحديث هذا يتحدث عن سرية وجهها أو حركها النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة من المشركين قبيلة محاربة يعني كانت بينها وبين المسلمين في المدينة علاقة حرب خثعم قبيلة خثعم وكان فيها مسلمون فهؤلاء المسلمون اعتصموا بالسجود يعني سجدوا حتى يعلم المسلمون أصحاب السرية المهاجمة أنهم مسلمون فلا يؤذون فقتل منهم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أمر لهم بنصف العقل يعني نصف الدية لو كانوا يعني قتلوا وهم مسلمون في أرض مسلمة يؤمر لهم بالدية كاملة العقل الكامل لكن هنا لأنهم أقاموا بين المحاربين بين مشركين محاربين لم يعوضوا بالدية الكاملة وهنا جاء التعليق أو جاء التوجيه النبوي الكريم بأن لا يقيم أحد من المسلمين بين المشركين يعني بين المحاربين علاقة حرب يعني في قصف الآن بالتعبير الحاضر بالعصر الحاضر نقول في حرب قصف متبادل بيننا وبين الكفار طب لو أقام مسلمون في ديار قد يكونوا يستخدمون دروعا بشرية قد يصابون بالقصف العشوائي يعني قد يعتقلون لأنهم من حملت جنسية البلد العدو مثلا فيهانون ويمتهنون يحرمون من إقامة شعائرهم نعم فحالة الحرب التي كانت في ذلك الزمان سوغت تلك الأحكام ومنها مثلا حديث ابن عمر في الصحيحين أو في الصحيح مسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل المصحف إلى بلاد الكفار حتى لا يهان بالحديث حتى لا يهان يعني لكن الآن شوفوا دار الزمان الآن دار الزمان دورة فصرنا نجد أن المصحف يهان في بلاد المسلمين ويكرم في غيرها يعني الآن مثلا هل يتخيل مثلا في على سبيل المثال في ألمانيا في السويد في غيرهما من البلدان هل يتصور أو يتوقع أن يرمى مصحف على الأرض ويداس بالنعال لا يتصور لكن هذه الجريمة ترتكب في سوريا وارتكبت في غيرها من بلدان المسلمين في الماضي كان المسلم لا يأمن على نفسه في بلاد الكفر فصار الآن المسلم أكثر أمنا على نفسه هناك وأقل أمنا في بعض بلدان المسلمين إذن الحاجة قائمة إلى مراجعة هذه الأحكام وإلى استحداث فقه جديد يتعامل مع وضع المسلم في دار الإسلام وفي دار الكفر وفي دار ثالثة نتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله الأصل أن المسلم يقيم في دار الإسلام دار الإسلام هي الدار التي يعني أهلها مسلمون وتحكم بالإسلام هذه هي المقام الأصلي للمسلمين الأرض الأخرى التي كانت تصنف قديما دار كفر أو دار حرب هي الدار التي يقيم فيها غير المسلمين والتي تربطها بدار الإسلام علاقة حرب وخصام يعني في ذلك الزمان القديم كانت غالبا العلاقات بين الدول هي علاقات حرب متصلة ما كانت علاقات حسن جوار كما هي في هذه الأيام فإذا انتقل المسلم من دار الإسلام إلى تلك الدار صار إما مشاركا لأهلها بماله أو بنفسه أو بخبرته مثلا في حرب المسلمين أو صار رهينة في أيديهم من هذا الباب كره للمسلمين أن يهاجروا أو يسافروا إلى تلك الدول إلا لغرض لغرض مشروع مثلا لتجارة أو سفارة أو ما شابهها الآن هذه الدار التي كانت دار حربين لم تعد دار حرب لكنها أيضا لم تصبح دار إسلام إن ما زال أهلها غير مسلمين في جملتهم لكن العلاقة بينها وبين دار الإسلام لم تعد علاقة حرب وخصام كما كانت بالعصور القديمة في الماضي كان المسلمون إذا انتقلوا لتلك البلدان لا يأمنون على أنفسهم الآن صار للأسف كثير من المسلمين إذا انتقلوا إليها صاروا أكثر أمنا على أنفسهم يعني من كثير من بلدان المسلمين يعني بعض بلدان المسلمين على الأقل لا أقول كثير على الأقل بعض بلدان المسلمين المسلمون فيها أقل أمنا من المسلمين في بلدان غير المسلمين إذن لا نستطيع أن نطبق على تلك الدار أحكام دار الكفر لذلك سماها الشيخ الغزالي رحمة الله عليه الشيخ الغزالي المعاصر وليس الإمام الغزالي القديم أبو حامد الغزالي سماها دار دعوة قال هذه لم تعود الآن دار حربين صارت دار دعوة يعني بالماضي كنا لا نستطيع أن ندعو إلى الإسلام فيها لذلك يعني شرع جهاد الطلب جهاد الدفع هو دفاع عن النفس وأما جهاد الطلب فهو هدم الأسوار والمعوقات بين الإسلام والناس في تلك الأيام كانت الأنظمة السياسية تمنع وصول الإسلام دعوة نقصد دعوة وليس سلطة أو سياسة إلى الناس فنشأت تلك الحروب التي نسميها جهاد الطلب لنشر الإسلام أو لهدم الأسوار والمعوقات التي تمنع وصول الإسلام الآن الإسلام يصل الدعوة يتصل إلى تلك البلدان فقال هذه نسميها دار دعوة إذن هذا الوضع الجديد يحتاج إلى فقه جديد فلا نقول لا نستطيع أن نقول إن الإقامة في تلك البلدان أن السفر إليها أن الهجرة إليها أنها محرمة كما كانت في الماضي إذا استطاع المرء أن يسافر أو يهاجر إليها ثم يحفظ دينه ودمه وماله وعرضه فنرجو أنه لا إثم عليه وهذا هو ما ورد في فتوى جيد الحقيقة فتوى عظيمة لمركز الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تقول الأصل الإباحة بالسفر لكن لو أن خطرا ترتب على هذا السفر أصاب المرأة في دينه أو في نفسه أو في عرضه فإنه عندئذ يحرم هذا السفر عليه الآن السوريون الذين يهاجرون من سوريا يعني يتركونها إلى بلدان أخرى ما حكم هذه الهجرة؟ ابتداء نقول من استطاع أن يبقى في سوريا أن يثبت وأن يتشبث بأرضه فإنه يعني يكون في أعلى المقامات هذا بالتأكيد هو الخيار الأفضل وأرجو له به أجرى المرابطين المجاهدين حتى لو لم يحمل سلاحا ولم يعني يرابط على الجبهات مجرد رباطه على الأرض سوريا كلها اليوم جبهة فمن استطاع أن يرابط وأن يثبت في سوريا فإن له بإذن الله عز وجل أجر المرابطين المهاجرين هذا هو الخيار الأفضل لو أن أحدا خشي على نفسه على عرضه على نعم في المناطق المحتلة أنا أسميها محتلة مناطق النظام واستطاع أن يخرج إلى المناطق المحررة فليفعل فينجو بعرضه ونفسه يعني هذا مسوّغ له الحقيقة لا يخاطر أحد بعرضه ونفسه إذا كان مطلوبا هو أو أحد من أخته أو بنته أو زوجته يعني لا يخاطر لا هذه المخاطرة يعني غير محمودة لا تحمد أبدا فليترك المنطقة المحتلة إن استطاع ويخرج إلى منطقتين محاصرة وجوده على الأرض السورية رباط يعني إذا استطاع أن يبقى في سوريا ولا يخرج فليفعل وهو بإذن الله عز وجل مأجور على بقائه وعلى رباطه إذا لم يستطع وخرج الآن إذا استطاع أن يخرج إلى بلد مسلم يعني إلى تركيا إلى ماليزيا إلى السودان إلى بعض هذه الدول التي وهي قليل الآن التي تعطي السوريين حق الدخول أو التي تفتح لهم أبوابها إذا استطاع فهذا خيار مقدم على غيره إذا لم يستطع يعني أغلقت هذه الأبواب في وجهه ولم يستطع إلا أن يذهب إلى بلدان الغرب بلدان غير الإسلامية عند إذن يعني نرجو أنه لا إثم عليه لكن لو أنه اختار أن يذهب إلى ألمانيا إلى السويد إلى تلك البلدان لأن الوضع المادي فيها أفضل لأن الحياة فيها أحسن وترك بلداً من البلدان الإسلامية التي كان يسعه أن يقيم فيها عندئذ أخشى عليه أن يتأثم بعمله هذا لأنه ترك بلداً مسلماً يمكن أن ينشأ فيه أولاده نشأة إسلامية صالحة وذهب إلى بلد يخشى فيها على أولاده على أخلاقهم أو على دينهم نعم هو سوف يبدل جهده وسوف يحاول أن يحصنهم وأن يربيهم وأن يعني يقيهم شرور ومفاسد تلك البيئات لكن لا يضمن ليس مضموناً أبداً أن يحميهم من تلك الآثار إذا لم يكن له بديل إلا تلك البلدان فلا نستطيع أن يعني لا يلام لا أستطيع أن ألومه لكن إذا كان البديل موجوداً وفضل ذلك البديل الأفضل أخلاقياً إسلامياً دينياً نعم فضل غيره عليه لأسباب دنيوية بحتة فإنه أخشى أن أقول إنه بهذا آثم فيا أيها الناس يعني أدعوكم من عزم على الهجرة إلى تلك البلدان ويسعه أن يهاجر إلى بلدان مسلمة أنصحه أرجوه أدعوه أحاول أن أقنعه في هذه الحلقة المقتضبة أحاول أن أقنعه بأن يعدل عن قراره وأن يبقى في سوريا أن استطاع أو يهاجر إلى بلد مسلم ولا يكن خيار الهجرة إلى بلد غير مسلم إلا القرار الأخير الذي ما منه بديل والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر